أدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بتوجيه ضربة مجيعة لإسرائيل إذا شنت هجومها على الأراضي الإيرانية وأقل سلامي إن منظومة الدفاع الأمريكية ثاد لن تنفع في التصدي للهجمات الإيرانية مشيرا إلى أنها ستكون عديمة الجدوى في السياق أكد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتفاق البلدين على الموقف الرافض لتوسع دائرة الصراع في المنطقة ومنع جريها إلى حرب إقليمية شاملة وشدد عراقشي على ضرورة تكثيف الجهود للحد من توسع رقعة الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي متهما الاتحاد الأوروبي بما وصفه بالتدخل الخبيث في الشرق الأوسط فيما أكد نظيره المصري بدر عبد العاطي الحاجة لصيغة محددة لاستعادة استقرار المنطقة يأتي لقاء ضمن زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني كبير إلى مصر منذ 2014 في ظل الحرب المستمرة على غزة ولبنان وما يشهده البحر الأحمر من توترات متصاعدة استحراك دبلوماسي مكثف بدأته إيران مؤخرا في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر